أعادت إسرائيل فتح مجالها الجوي بعد غلقه نتيجة للهجوم الإيراني على الأراضي الإسرائيلية رداً على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق ومقتل مستشارين عسكريين إيرانيين كبار بها قبل نحو أسبوعين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تكلفة الاعتراضات الجوية في سماء إسرائيل قد تجاوزت مليار دولار تطور خطير يشهده العالم والمنطقة مع أول هجوم مباشر من نوعه تشنه إيران ضد إسرائيل ما يؤكد من جديد المخاوف نحو تسعي رقعة الصراع في المنطقة إيران نفذت هجوماً بمسيرات وصواريخ على إسرائيل في هجوم وصفته تهران بأنه رد على القصف الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق وتسبب بمقتل ستة عشر إيرانياً الهجوم الإيراني شارك به أيضاً حلفاء لإيران حيث أطلق حزب الله اللبناني الصواريخ كاتيوشا في اتجاه الجولان كما أطلقت قوات الحوثي مسيرات في اتجاه الأراضي الإسرائيلية ورغم تنديد دول عدة بالهجوم إلا أن البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أكدت أن العمل العسكرية الإيرانية تم تنفيذه على أساس المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالدفاع عن النفس وكان رداً على العدوان الإسرائيلي على المقار الدبلوماسية الإيرانية في دمشق الجيش الإسرائيلي من جانبه أعلن أن إيران أطلقت عشرات المسيرات والصواريخ باتجاه إسرائيل مضيفاً أنه تم اعتراض الغالبية العظمى منها وأشر إلى أن عدداً من الصواريخ الإيرانية سقط في الأراضي الإسرائيلية ما أدى إلى حدوث أضرار طفيفة في قاعدة عسكرية حدة التوتر بين إيران وإسرائيل ارتفعت منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وهو ما يزيد من احتمالات توسيع رقعة الصراع في المنطقة